ومنطق الكرة تكمل المتعة إبراهيم أهلا بك يا برشمهندس وأهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس الحلقة 856 من ملك وكتابة جاية في توقيت أعتقد العنوان العريض لها أن المنديالي لا يبالي عشان كده بين المنطق والمتعة الأهل قال كلمته لا ده كمان ده أنت تجوزت كرة القدم إلى كرة السلة أنا فهم أنت بتقول إيه وكرة القدم ما هي منديالي بس النهاردة ما حدث من سحر ومتعة في كرة السلة الأهلوية على مستوى الأداء والنتيجة في كأس العالم الأندية أبطال قرر هو أمر يعني أنا 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 شفته أنه لأول مرة يحصل من فريق عربي أو أفريقي ولكن يا أستاذ إبراهيم قبل أن نجري وراء أحلامنا ونحط كل شيء عشان نحط كل شيء في حجمه الطبيعي أعتقد أنت مجهز لنا شوية مكالمات ومدخلات تخلينا هو الفوز ده معناه إيه بالضبط وحجمه إيه الحياة الفوز ده يا جماعة مهم جدا 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 لأول مرة فريق مش مصري ولا عربي بل أفريقي يفوز على فريق أمريكي في كأس العالم للأندية ده إنجاز غير مسبوك لو استعرضنا على نتائج أبطال أفريقيا في كأس العالم للأندية عبر كل السنوات هل لا يكون لها كانت خسائر لم يكسرها إلا الأهلي بس أنا عزة مش بس فوز على فريق أمريكي ده فوز في المطلق على أي فريق لم يحقق أي فريق أي فوز في هذه البطولة البطولة في كأس العالم للأندية في سنغافورة عشان اللي مش متابع يعرف أنه هما ستة أندية المجموعة بتاعة الآلة هي المجموعة النارية يعني قول للكوا قبل كده أنه قليل البخت يلعب الأمريكان في الباسكت لكن الحقيقة الأهلي إذا كان اتحط عليه أنه فرض أنه يواجه الفريق الأمريكي لا ما كانش يقليل البخت لا ده كان يعني شديد الإرادة والعزيمة والإصرار والروح العالية خلت يفوز على الفريق الأمريكي شديد البأس شديد البأس أجناية الأمريكي بنتيجة 82.76 وهيلعب بكرة إن شاء الله تعالى مع الفريق البرازيلي دي المباراة التانية في المجموعة السلسية المجموعة التانية فيها جولدن بولز الصيني وفيها بون الألماني ثم فيها المنام البحريني التلات أندية والتلات أندية الأوائل هيلعبوا بعض لقاء الآلي بكرة إن شاء الله مع الفريق البرازيلي ظهرا لو تمكن الآلي من تحقيق الفوز هيصعد لنهائي كأس العالم أي نتيجة تانية هنشوف الفريق الأسكور واللعب على البرونز عايزين نقف هنا عشان أنا جريفني الحماس زيك عشان نحط الفوز ده في حجمه ياريت الأول نعلق بقى على حجم هذا الفوز عشان برضه نقرأ هو ماتش بكرة ده حيكون شكله إيه بعد المكالمات اللي هي فعلا تقدر تدينا مؤشرات دي يمكن شايفين أنتوا احتفالات الأبطال لأن الحياة اللي الأهلي عملوا في المباراة الاسكور بتاعها حتى طوال فترتها كانت مسألة مش سهلة أبدا فرانكا البرازيلي مباراته غدا مع الأهلي المسألة مش سهلة لأنه الفريق البرازيلي زي ما لمهان سعدل من الأسبوع اللي فات حذر منه لأنت كمان دخلها بلود بدن كبير لأن أنت بزلت في مباراة النهاردة مجهود صعب جدا أوجستي بوش المدير الفن الرائع لأبطال الأهلي الحياة بزل هو رخر مجهود تيكتيكي عالي إيهاب أمين وعمر عرابي قدموا مستويات مميزة جدا بفضل الرقابة المميزة وسرعة الهجمات الفريق الأمريكي كانت قدم في البداية 21-20 في الفترة الثانية الأهلي وصل التفوق في النواحي الهجومية والريباوند مع هجمات منظمة ورميات مميزة خلصت الأمور كلها في تفوق كبير جدا للنادي الآل 82-76 البعثة عاشت لحظات سعيدة جدا بس يخدوا بالكم في فرع التوقيت وإحنا بنكلمكم دلوقتي الساعة 10 و10 الساعة هناك 3.5 تقريبا أو 3 الفجر معنا على الهاتف وصاحناه من النوم طبعا للأسف الدكتور محمد شاوي عضو مجلس إدارة النادي رئيس